كتاب فيه ذكركم من الرحمن قد نزل بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر هو وعض الله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرى إن مع العسر يسرى والعقبة دائما عند الله تعالى للمتقين وخلاصة ما يجن المؤمن من ثمرات من قصص الأنبياء والمرسلين كم كانوا في شدة وبلاء فحولهم الله تعالى تاب الله تعالى على آدم عليه السلام نجى الله تعالى نوحا ومن معه من المؤمنين أنقذ الله تعالى إبراهيم من النار فلق الله البحر لموسى فأنجاه ومن معه من المؤمنين ومآل المؤمن دوما إلى الخير فعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير شيخ اليوم المفاتحة ستكون إن شاء الله بتاعت الحرب مع موسى وفرعون ولعل مع اشتداد المعركة بين موسى وفرعون والملاز الأخير سبحانه موسى عليه الصلاة والسلام كثير من ذكرها وتسلي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام شكرا بقال لي وكذب موسى ديك كوم وموسى عليه الصلاة والسلام وكذب موسى بعد أفرض في أشارة ثانية كذب موسى لأنه ما كذبوا قومه قومه عاند وشاكله وخالبه ويهلوا عليهم هما قال لهم لي ما تؤذوني وقد تعلمون وقد تعلمون هما كذبوا وقد تعلمون أنه رسول الله إليكم شكرا ربنا ذكر ديك أقوام كذبهم لكن لما موسى كذب كذب موسى وعشانك وهي تسليل اللقاء الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من تلك فصبر و الله قال لما تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلوا موسى لا تكونوا كالذين آغوا موسى إنا رسلنا إليكم رسولكم ورسلنا إلى فرعون رسولكم أكثر من ذكر في كتاب الله موسى عليه الصلاة والسلام من البشر 136 مرة فرعون ربنا ذكروا 74 مرة أكثر من إبراهيم عليه الصلاة إبراهيم 69 مرة فرعون 74 مرة في كتاب الله تعالى سبحانه و لعلا كان ذكرت من رفادي أنه فرعون كان عنده عرض لو آمن أنه آيو الله سبحان الله لكن الله المستعان يعني هو الهداية بيد الله تعالى شوف هل لك إلا أن تزكى وهديك إلى ربك أفتحش شوف بس الدعوة كان لي هل لك إلا أن تزكى هديك إلى ربك هناك أن أرسل معي بني صلاة ولا تعذيه أنا أدي لي عباد الله انتهى ما وبعد الله الكلمة الزاتة البسيطة جدا بيقول إليه موسى عليه السلام لكنه أبا واستكبر وعاند وطغى وجعل أهل شيعا وأب أفسد في عرض الله تعالى ربنا خذ أخذ عزيز المختلف سبحان الله إن شاء الله ولعننا نمر على لحظات إن شاء الله هالمعركة بالتفصيل إن شاء الله إن شاء الله فرعون طبعا هو المسال العظم للتاغيه ولعله أكثر ما ذكره في القرآن سبحان الله وهو سبحان الله شوف ربنا قال إذهب إلى فرعون إنه طغى وقال يا موسى الهول إذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى وقال إن فرعون على في الأرض وجعله لا شيعا وقال إنه كان من المفسدين يعني أصلا كل خصال الشر جمعة فيها عذب الله من غضب الله وقال دايبا يقول لك إن الدنيا دي ذاته ما عندها قيمة عند الله شوف ربنا ملك وملقه قرشنه وبعد دا كل ما ما نفع فيه أصلا والمطلب كان بسيط يعني إيمان والخروج أيوة نعم أن أدي إلي عباد الله أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم وبعد دا شوف بيقلب الحجائك قال لهم إن هذان إلى سحران يخرجاكم من أرضكم هما دا ليطلعهم هم دا ليطلعهم لرقبتهم يهلم للإنجلاب عليكم بعدين بدخل دا شعرنا الطغاة يعني حاجة تكون قصاله يدخل الشعب كله معاه ما عندهم مع القضية دا قال لهم يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلة طريقة المثلة اللي هي دين بعدين شوفوا هو بيكذب كيف وما ما هو قال لهم ما تأمرون لا أأمروا باشنوا هو دايرهم يقول ليه وأقتله قال لي أرجح طال اللي هي الصدمة لفرعون أرجح وأخوا وابعت في المدائن الحاشرين يأتوك بكل سحار عليهم وكل ساحر عليهم هنا قالوا للسحرة ليه قالوا كده قالوا لثقتهم المفرطة في فرعون وهي ما أثقين إنه بانتصر بانتصر يعني مش السحرة الملأة حوله دي وتاني قالوا لأنه إذا فرعون قتل موسى الآن الناس حيقولوا يا أخي موسى داكت له ونبيبه ممكن يقولوا معه حاقوا كده لا قالوا أول حاجة يبطل حجته تماما بالسحرة ويبينوا إنه هو ساحر حتى بعد ذاك يقتله لكن برضو الإجابة كان الصدمة بالنسبة لفرعون فهو قالوا شوف لما نقول لما في النهاية لقى الشغلانية الناس دا كله مرة وبره يقول ليه أرجيهم مرة يقول له كده وكده قال ليهم ما أوريكم إلا ما أرى ما عندكم راية توراية رايانة ده ولكن راية ما تضيعكم قال ليه ما عندكم إلا سبيل الله أنا بديكم الراي لكن راي بتاعي صاحب يكون صاح ما غلط يعني فكان طاغية فعلا متجبر ومتكبر وما بشاور حتى لما نشاور بشاور بيلكذب يعني سبحان الله شوف إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا لجميع حذيرون طيب هم قليل إتوا جمعي ليه هم لسه ماش استنخر تالي أيوه صحيح سبحان الله وبعدها نشوف هناك إنا لجميع حاذرون وحذرون تقرأ وتقرأ حذرون وحاذرون أيوه اللي هو نحنا يعني نستنفر كلنا نقاتلهم جميعا أيوه يعني نستنفر كل الشعب وصار الناس قالوا أنهم شيرذمة قليل الشيرذمة هي الجماعة قليلة طيب شيرذمة قليلة دي كيف دي يعني أقل للقليل يعني وصبحان الله ربنا في النهاية خزاوي يعني صبحان الله وصبحان حط عنده المضادية في يعني المحاربة بتاعت الحاج يعني أول شيء ما قالهم دي أمسة وهارون أنهم سحرة طيب كيف حاربتوا منه بسحرة تاريخة؟ لا أيوه ما قال لنا تانك بسحر مثله يعني تجد بيقول ده سحر نحنا بيجيب لك سحر زيه يعني ومثله طبعا معنا أكبر منه والسحرة جابي وثقة تام إنا لنا لأجر نقدر نعم قال نعم سبحان الله ربنا كتب لهم كان الحداية آي والله يا أخي ربنا يعني أنا زي ما بقول لك دايما يعني شوف السحرة ديل مش جابهم فرعهم هو أرسل في المدائن حاشرين لا جابهم ربنا ساقم الله تعالى للهداية يا أخي فحكمة الله ربنا يهدينا والله ويثبتنا على الحق والدين ويرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه تقديم فرعون لقومه تقديم فرعون لقومه يعني كاما الأئمة الذين يقدمون قومه إلى النار وفي الأئمة طبعا هم كمية إنه هم البزين والأقوام لأعمال الكعبة والناس طبعا الناس بيعتز بالرأي بتاع الشخص بيكون الرأي يؤدي إلى هلاك عدد ملة كاملة وأقوام حتى في الأئمة كانوا في السبق وفي الحكم بتاع الدولة الإسلامية أيها سبحان الله هو ربا قسم هنا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وقاموا الصلاة وتال الزكاة وكانوا لنا عابدين جعل الأنبياء وشوف دقة القرآن لما كان كلام عن الأنبياء قال جعلناهم أئمة لما كان كلام عن بني إسرائيل قال جعلنا منهم أئمة جعلنا منهم أئمة وناس فرعون برضو جعلناهم أئمة يدعونا إلى النار يدعونا إلى النار ما فرعون دعوهم للنار وقال اليوم ما أوريه قال ليس لي متمس وهذه الأنهار تجري من تحت أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير وهو كل ما يقول حاجة هما شم معاه لا ناقشوا لا وقوا ولا قالوا لي معناه شم الكلام ده الشيء قال الله قال استخف قومه استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فأسقين الله المستعام الله بعد ذلك حتصل طبعا للمرحلة الحاسمة طبعا بالنسبة لسيدنا موسى أو ليبن إسرائيل إنه البحر كيف يجاوز البحر يعني المنظر الزيات فتخيل الهيبة إنه هندد الجيش وراهم هذه المسألة صعبة جدا هو سبحان الله الله قال فأتبعوه مشرقين مشرقين يعني عند شروق الشمس تابعوه ولذلك أنا برجح الله أعلم موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ما اتجهوا إلى الشرق إلى الشرق اللي هي سيناء مش كده وإنما اتجهوا إلى الجنوب أي الجنوب أي الجنوب وبعد ذاك تعرجات النيل دين لخبتتهم ودخلتهم في الكيه بيقوا ما أفهمين الشارك من الغريب حاس إنت لما تمشي حتات متعرجة في النيل كده بيتغالج في القبلة يقول لك القبل كده يقول له لا لا يا أخوانا سبحان الله الألسنة في برسودانة بيتغبتك إنت بتفتكر أي موية دي معنايها قبلتك لا بيغادي جدة وبيغادي مكة لا له يتلقى مكة كده وإنت يصلي كده كان ما سألت الناس البلد فده سبب التيه السبب يعني وهو أول أخذ الأسباب البلد سبب بيقيته يعني ففرعون جاه لما ترى الجمعان لا ديل شايفين ديل وهو أسربهم بالليل قال أصحابه موسى إنا لمدرقون وده الخلل الكبير ليه؟ لأنه قال لهم قال لهم نحنا ما مدرقنا نصم ما حندرق وجاء الكلام الله قالوا قال لي ليصلوا إليكم الله قال لي ليصني إليكم انتهى الكلام ربنا قال ليصل إليكم كيف بIII سبحانه و spear فلذلك لما قال قالو أصحابه موسى إينا لمدرقون قال اكللا إن معي هو ربي معي إنت ما تستاهلوا المعياء شوفه النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبي لا تحسن معناhe يستحق المعياء ليه يستحق المعياء قال ليه يا بابكر خايب قال له الله يا رسول الله لا خاف على نفسي أنا أصلا هو مارق للموت هو كاماما له من الموت ما كان هاجر مع الناس زمان مارق للموت كل مر يقول يا رسول الله الصحبة يا رسول الله يقول لنا لحد ما يجيني عمر الله وابقر مسألة دي كانت مضايقة جدا ليه لأنه ما تعود أحد يسبقه الناس هاجروا قباله دي ما خش لي في راس الإنسان يسبقه الله تعالى فكل مر فالنبي عليه السلام يصبره والله يصبر النبي عليه السلام اصبر لحكم ربك ولا تكونك صاحب الحوت ما تمره إلا يجيك الإذن فعشان كده لما نقال له أنا ما خير علينا سيارة رسول الله أنا واحد لكن كان ميت أنت فلذلك استحقق قال له إن الله معنا لكن موسى قال له إن معي يا ربي سيادين وثقته بالله تعالى الله قال فوحينا إلى موسى أيوة نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل خلقين كالتوضي العظيم فربنا نجاهم بعد ذلك بثقته بالله تعالى ويقينه بالله وفرعون أصر يمشي القوم وقفوا المعاو دي للجنود وقفهم قال لي يا ساعتك شغل ده ما شغل بشر شغل ده ما شغل بشر خير نرجع قال ليهم لا 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 شغل ده طبيعي بالنسبة لأي أنا عارض تزاوى الصغيرين كلما أجي بيعمل لي كده البحر سجودا لي كلما البحر دي بشوفني بيعمل كده شو عليك الله ده استخفاف ده إنت ما ساكن قلت فوق البحر والأهار بتأجي الام تحتك ليه ما عمل لك كده هناك هم ذاتهم المغفلين دي لأي استخفقهم وفاطئهم قال لي خلاص امشي ده السلامة ايه ايه فجي في بعض الروايات قالوا فرعون ذاته خاف في بعض الروايات قالوا فرعون لما شاف الشغلانة دي ما شغل طبيعي بقى ليتا قال الماء طبيعي شنو مش اليباس المناشفة بقت ناشفة يعني البحر ده جاري كم يوم وكم سنين وكم آلاف في اللحظة الموية الشال تبقى طريق ناشفة كده تحت الواطن مسترب برضو يا فبيقى الجفاف جفاف جفاف طريقا في البحر يبسة وتقرأ يابسة طريقا في البحر يابسة لا تخافوا دركا ولا تخشاك لا يدركك فرعون ولا تخشى الغرق شو سرحة الله فأدبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم شوف هناك أدبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى بغيا وعدوى بغيا وعدوى ليه ما هو أصلا باغي ومعتدي وإي حاجة لكن ناس مرقوا لك من أرضك يتا ماشي ليه دي ما برا أرضك دي برا مملكتك يتا ماشي براه ويتا قلت ديل دار يمرقونه هامرقوا أرجع قل له خلاص هامروا يا أخواننا كافينا شرهم ما شوي خلاص لا أصره عشان كده الله قال أدبعهم فرعون و بغيا وعدو حتى إذا أدركوا الغرق قال أمنتوا أنه لا إله إلا الذي عاملت به منو إسرائيل هو أنا من المسلم قال الآن قال الآن شوف وقت كنت برا هناك كنت كيف بسه هدا ما بتنفعك التوبة دي جاء صح الحديث قال جبريل عليه السلام للنبي عليه السلام لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من طين الأرض من طين البحري وأجعله في فرعون خشت أن يغفر الله له يعني جبريل مضغيس جدا من فرعون و كلمة لا إله إلا الله عظيم عند الله قال له الله يا محمد صلى الله وسلم على الرسيل الله عليه الصلاة والسلام لو شوفت أنا كيف كنت خايف إنه ربنا يغفر لي لفرعون ده بكلمة إلا الله أنا ما دايره يقوله زا ما يستاهل يقوله هل يشير طينا البحر خشده عكسي دا يونس عليه السلام الملايكة يا رب كان يعرفك في الرخاف عرفه في الشدة شفعت له عند الله تعالى عدتهم الملايكة أي رحمة أيوة نعم ملايكة هم رحمة لكن فرعون دا ما يعني فوت الحدود كلها تجاوز كلها الحدود عشان كده مبتل قليو تعبيره أصدق وأصحى وأقوى من قول الله تعالى طغى بس طغى كالمواهر طغى إذهبا إلى فرعون إنه طغى خلاص تجاوز كل الحدود يعني فربنا أهلك نجى بني إسرائيل بني إسرائيل لما نخشوا فرعون خش وراهم آذوا موسى عليه السلام دا لها شفتها أها جبتوا أها أستستفيدنا كميرا وذينا من قبل أن تعطيناهم بعد ما جيتنا أساعدنا هذير فموسى عليه الصلاة والسلام باستفزاز بني إسرائيل بيقي يضرب البحر ما هم رقوا بيغادوا فرعون في النص بيقي يضرب عشان أن يقفلهم الله قال لا 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 أترك البحر أيوة أترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون خلاص ربنا حكم ربنا بعد أن تأمل غشيهم من اليم ما غشيهم يعني البحر ذاته مغطاز جدا بالمناسبة وطبعا الغرق الراجح إنه في النيل في الناس بيقولوا الغرق في البحر الأحمر في البحر الأحمر في منطقة في حتات دي جهة اللسانين بيقولوا سبحان الله فيها دوامة شديدة مابتهدة كل كله قالوا دي جمحة وربنا طبعا نخرجوا يكون آية اليوم سبحان الله ما ربنا قال اليوم ننجيك ببدنك بعد أن تشوفها القراءات اليوم ننجيك ببدنك واليوم ننجيك ننجيك وننجيك قالوا معنا واحد وواحدين قالوا ننجيك من النجوة يبقى في مكان عالي تلقى خطنوا لك في المتحق فوق كده أيوة نعم ربنا قال شنو في القراءة قال ننحيك إن أحيان ببدنك ما يتقطع ولا يتكسر ويبقى قاعد وليه يوم الليلة ودي آية من آية الله لتكون لمن خلفك آية تكون لمن خلفك للناس بوراك خلفك آية والناس القاعدين في آية القاعدين هناك وما جمعك وبعضهم قرأة لتكون لمن خلفك للحكام أقوى أيوة نعم أيوة نعم لتكون لمن خلقك الخالق آية من آيات الخالق عز وجل لمن خلق غاية وإن كثيرة من الناس على آياتنا لغاية يعني الناس بدل ما يتعيزوا بها يمشي يتصوروا ولكن ياخدوا سيلفي في معارم سلسة ويوم مواطن عتام أعوذ بالله حيش كده الله قال إن كثيرة من الناس على آياتنا لغاية طيب لعل شيخي الخلاصة كان ممكن تجي في الموقف دي إنه الموقف اللي عملوا من إسرائيل يعني إنه هم مو تستسربهم ليلاً ناس فرعون جواهم مشرقين واحس فروق الزمن ده بدل على إنه شنوع التكاسل الأول جلة الهمة كانت معه أيوه هو طبعاً فرعون قالوا سمع التحرك متأخر أيوه يعني هو طبعاً عنده أجهسته وعنده إرصاده أيوه ده كله يعني بس تأخر الوقت وقالوا تأخر في الحشد ما هو لما قال إن هؤلاء اللي شرزيمتهم قليلون وإنهم لنا لغايظون وإننا لجميعهم الحذيرون وهي يعني بيقي يخطب كده وديك ماشيين بها قادي فلما تحركوا طبعاً هو أسرع منهم عشان كده اللي حقهم اللي حقهم لكن سبحان الله الله ما قال اللي حقهم كده قال تراءة تراءة ديل شافوا ديل وديل شافوا ديل ليه لأن الله قال محا لن يصلوا إليكم عشان كده شافوهم ودي زعت غيظ لفرعون زيادة هو هنا قال لنا غيظون لما يشوفهم قدامه ما قاعد يرسلهم غيرك زيادة لكن بني إسرائيل ما منوا الغيبيات دي أخي قال إنه على مدرقون أهلي مادية ما زي ما نقفه لما قال ما دخلوا الأرض كلام محصوم ده محصوم إذا كانوا نقام الإيمان كانوا طوال ما هو قال لموسى عليه السلام إتا مش قدتا إن إحنا ندخلوا هم يخرجوا قال لهم لا لا خليهم هم يخرجوا أول لعنى المررم الإنفتاح يا الشيخ بتاع البحر قالوا إنه كان على 12 المسار أيضا في قول زي دو سبحان الله نتصل له كثير من أهل التفسير لكن سياق الآيات ما بعيد كده أيوة حتى قالوا كان كل ناس قايلين الغير ومغرقوا أيوة لكن الله أعلم ما صح مع إنه احترام يعني أكثر الصحيح إنه ربنا يجعل لهم ما قال طريقا في البحر يبسة ما قال طرقا طريق طريق واحد وبعدين عشان هم ذاتوا يطمئنوا والمرحلة مرحلة طمانينة ما مرحلة تخويف أيوة أيشان ربنا يطمنهم لكن داك بيقول لك كل واحدين قايلين نفسهم براهم النيو دك هلكوا لا دين شايفين دك بعدين الله قال كله فرقين كالطوض العظيم يعني ربنا يجعله فلق البحر كده فلق فما أذكر طرائق وما أذكر وإنما طريقا يعني في البحر لعله للتفسير القدامى طبعا الآية بتاعت فرمان وما قال عندما يفونها فلق كده قالوا إنه بني إسرائيل لما يعني البحر راجع الحالة في الأولى قال فرمان بيجي مالك أيوة صاح خايفين هما قالوا لي موسى عليه السلام ما هو طمانهم قال ليهما أبشركم أن الله قد أهلك فرعون هم رعب الشديد لسه قاعد فرعون قال ليه لا قال ليه أهلكوا كيف يعني ما كان عندهم بعض ضعفة إيمانة قال ليه كيف أهلكوا قال ليهم يا ربنا أهلكوا مات قال ليهم فرعون معقول فرعون ذاته مات معقولة إلا 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 بعد البحر الوجد فعشان كده صبحان الله ربنا قال نوجيك ببدنك في ناس بيقولوا بدنك بالدرعة اللابسة وقالوا عشان تبقى على أم مالك قد يكون لكن برضو البدن مهم جدا إنه جسده كامل فهو ما فيه مانع إنه يكون الدرعة اللابسة اللي هي مميزة له عشان ممكن يقول لك لا ده ما هو ده واحد بيجبهه لكن ده ما كان بيسمحوا اللي يزول للبسة إلا هو بس فعشان كده شافوت أكدوا تيقطنوا تماما إنه مات بعد ما موسى عليه السلام يعني فرح إنه الناس دي الخلاص يخدنعوا له بس عبروا البحر بيجاي أتوا على وقوام يعكفون على أصنام اللهم قال ليه موسى ما تسوي إلينا إله لا إله إلا الله عليك الله شوية العزية لي قدر شنو يعني قال ليه ما تتعبده كل رحساي بعد المجازفات تقول ليسوا إلينا إله إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا موفي وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها ونفضلكم على العالم والله يا ذوى عزية شديدة خلاص يا أيوه الله سبحان الله لألا الشيخ بين طلاطم الموجات إنه هو نهر ولا أيوه سبحان الله هو طبعا الاتنين الله بسميهم بحر سبحان الله أي بعدين حتى شوف هناك في موسى عليه السلام مع الخضر قال حتى أبلغ مجمع البحرين ومش كده يلا البحرين داك عزب نعم الطائرة الجا أيوه الطائرة ما بتشرب من المالح أي فشربت منه ومشت في الحديث سبحان الله فهنا البحر والله سموهن قال مرج البحريني يلتقينا وقال هذا عزبهن فرات العزب ذات وسمعه ربنا بحر فلذلك الله على ما هم غرقوا في النيل النيل يأتوا حتى دا موضوع تاني لأنه يا شيخنا إت لو قلتنا السرعون دا المرجو من الجيزة تعرف الجيزة؟ مرجو من الجيزة لحد ما يصلوا البحر الأحمر يا أخي داري لها كم يوم؟ فهم وصلوا طوائم الجيزة السياحية والعزبية أعوذ بالله الجيزة اللي هي محلة الهرابات أيوة أعوذ بالله أسألنا طوائم مزائر أعوذ بالله مع أنه سنة إنفروا منها فلعل آية فرعون أو الحادثة بتاعته العامة في القصة تكون عزة وعبرة لمن خلفه ولمن خلفه ولمن خالفه ولمن خالق جل جلاله آية من آية الله سبحان الله كمل إن شاء الله في باقي القصة إن شاء الله الله يزيك بالخير يا شيخ يا أخي خلاصة القول اصبر على ما يصيبك دوما وردد إن الله معنا التكذيب بآية واحدة هو التكذيب بكل الآيات والتكذيب برسول واحد هو التكذيب بكل الرسول كتاب فيه ذكركم من الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نسترهم الأملا تطيب به جراحات ويشف الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويقسى في غد حللا قدر صاحبه ويقسى في غد حللا